اهلا بحضراتكم من جديد طيب الحديث عن مباراة الهلال السوداني والاهلي يمكن الاهلي خسر سلاس نقاط وخسر بنتيجة تهدف مقابل لشيء والبداية يعني تقدر تقوله تقرار لما حدث في اخر سنتين حتى بعد العودة من كاس العلم للاندية في ابو ظابي او حتى قبلها لما رجعنا من الدوحة مش عارف الكرف دايما بينزل بعد العودة من منديال الاندية واتمنى ان المرة دي الموضوع ما يطولش يعني الامر يكون متوقف بس ايه على احداث وظروف مباراة الهلال السوداني عندك مباراة اسوان الواحد لما بيكون خسران مباراة ولا متعادل بيبقى مستني مطش بسرعة عشان يقدر يعوض اللي حصل في المباراة اللي خسر عندك مباراة اسوان بنفس الاجواء والظروف اللي شفناها في السودان مطش الساعة 3 العصر ايضا في اجواء قريبة جدا من اجواء السودان فنتمنى يا رب ان شاء الله اللعيبة قدر الامكان تأدي وتظهر بشكل كويس على فكرة الكرة مكسب وخسارة ممكن تخسر بس تأدي مباراة كبيرة لكن مباراة الهلال بصراحة هي مباراة للنسيان لم يظهر فيها الاهلي بشكل جيد في جميع النواحي فنيا وبدنيا وخططيا وفي كل الجوانب ولكن نتمنى يعني ما تبقاش تقرار للسنوات اللي سابقة ويبقى فيه نتائج متزبزبة في دور المجموعات يمكن اخر سنتين اقل اهل الحمد لله بيوصل للأدوار النهائية لكن دور المجموعات بتبقى النتائج فيه مش ولابد نتمنى السنة دي الامر يختلف لان ما تضمنش المنافسة السنة دي ممكن تبقى ماشية ازاي مع القطن او مع الهلال او مع سانداونز وعندك مباراتين وقلت في بداية الحلقة المطش اللي جاي مع سانداونز في القاهرة بعدين مباراة القطن الكاميروني في القاهرة ففرصة انك تستعيد بسرعة ترتيبك في المجموعة وتبقى عندك ست نقاط قبل ما تسافر الى جنوب افريقيا لان من النقاط اللي قد تكون سلبية معاك وانت بتلعب المبارات الافريقية عندك مباريات محلية في النص يعني الاهل لعب يوم الا السبت عنده مباراة يوم الثلاثة في اسوان بعد كده عنده مباراة يوم السبت مع سانداونز المنافس لعب يوم الجمعة في ليبيا وعنده مباراة لسه يوم السبت الجاي في تونس اتأجلت له مباراة سيراميكا كليوباترا في وسط الاسبوع مش عارف ليه يعني الاستاذ عامر حسين وبيحط الجدول كده هو حطت معيير واي المعيير ايه هي المعيير لو عندك مباراة برا ترجع تلعب امتى ولو عندك مباراة على ارضك تلعب امتى قبل ما تسافر طب انت عندك من الجمعة للسبت فيه 8 ايام المنافس يتأجل له مباراة في نص الاسبوع ليه والاهل عنده مباراة مع اسوان هنرجع تاني لفكرة انك بتعاقب الاهل انه راح كاس عالم اندية انا بصراحة بامانة مش شايف مبرر ابدا لأي مسئول سواء في الربطة او الاتحاد يبقى دايما حاطة الاهل ضحت ضغط في مباراة محلية نتيجة ان انت مش قادر تنظم جدول او تعدل على اندية الدوري فتيجي على بطل افريقيا وتيجي على الفريلي بيمثل مصر في الاحداث الدولية وتحطوا له مباراة في وسط الاسبوع يعني المنافس كان عنده مباراة مع الجمعة في ليبيا وعنده مباراة مع السبت الجاي لسه في تونس ورحلة الصفر من مصر لتونس ثلاث ساعات على فكرة مش رحلة شقة يعني ورحلة الصفر من ليبيا لمصر بتاخدش ساعتين مش رحلة شقة ومع ذلك تأمنت ايام اجازة عشان يستعد المباراة الترجل وتتأجل مباراة السيراميق الاهل يرجع من السودان على اسوان يلعب مباراة اسوان هتقول لي فرق ثلاث مباراة تفادي ان دي مشكلتك مش مشكلتي انا انت اللي عندك عدد ايدي الدوري 18 انت مش عايز تعدل شكل الدوري بقى لك اكتر من 3-4 سنين لكن كل اللي تقدر عليه تيجي على القالة وتضغطه وتعمل له مطشط فيها ضغط كبير جدا ومحدش واخد باله ان المنافس اللي معايا في افريقيا وفي دور الابطال متأجل له مباراة في نص الاسبوع ليه محدش يعرف الاسباب ومع ذلك بالمناسبة الترجل تنسي لعب انبارح في الجزائر وعنده مباراة يوم اللاربعة في تونس وعنده مباراة يوم السبت مع الزمالك في دور الابطال افريقيا يعني حتى المنافس عنده مباراة في وسط الاسبوع ما علينا ولكن مباراة الاهل والهلال اكيد كانت فيها اخطاء كتيرة مهم جدا نركز في الفترة اللي جاية لان لازم نوصل رسالة للجميع لعيبة وجاس فني انتوا السنة دي محققتوش لسه اي حاجة يعني الدوري لسه المشوار طويل ولسه متحققش الكاس نفس الامر دوري ابطال افريقيا انت لسه في بداية المسابقة فانت لسه محققتش حاجة حتى كاس عالم الاندية انت راجع مركز رابع مش محقق مثلا الميدالية البرونزية فرسلت للعيبة يا جماعة انتوا لسه محققتوش حاجة مش معلن انت ظهرت بشكل كويس في البطولة كاس العالم ولعبت مباريات فنيا على مستوى عالي انك ترجع بقى واخد فكرة ان الناس واخد ان طبعا ان انا لعبت كويس فممكن اريح مباراة وريح مبارتين الامر ده مش هيبقى مقبول عنده الجمهور فمهم جدا ان انت تركز وترجع من تاني مركز في الفترة اللي جاء لان البطولة الافريقية السنة دي ما فيهاش زار الفريق اللي هيفقد نقاط اكتر من كده ممكن بسهولة جدا يجد نفسه خارج دوري ابطال افريقيا فاتمنى تكون النتيجة دي حزر كبير جدا للفريق واللاعبين خلال الفترة اللي جاء